بالفعل شمال الضفة الغربية كان متوتر خلال ساعات الفجر الأولى وتحديدا بعد منتصف الليل قوات كبيرة اقتحمت عدة مدن نابلس جينين تول كرم وكذلك أيضا في قلقيليا في قلقيليا تمكن مقاومون من تفجير عبوة ناسفة بدورية للاحتلال الإسرائيلي تحديدا في بلدة عزون إلى الشرق من المدينة حيث تم مداهمة بلدات عزون وعسلة وكفر ثلث وتم مصادرة تسجيلات كاميرات في إطار ملاحقة الخلية التي نفذت عملية إطلاق نار عصر أمس وأسفلت عن إصابة جندي قرب البلدة باتجاه قوة عسكرية وتبنت لاحقا كتائب شهداء الأقصى الرد السريع في تول كرم المسؤولية عن تلك العملية فجرا أيضا داهمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضاحية شويكا إلى الشمال من مدينة تول كرم ومعتقلت ثلاثة فتية فلسطينيين تخلى لها عمليات إطلاق نار وتصدي تحديدا بعد تمركز أليات الاحتلال الإسرائيلي بين مخيمي تول كرم ونور شمس شرق المدينة قبيل انسحابها أيضا عمليات الاقتحام طالت مدينة نابلس خلال ساعات الفجر الأولى وتم اعتقال شابين فلسطينيين بالإضافة لإصابة ثلاثة خلال مداهمة منطقة الشرقية في محيط مخيم عسكر الهلال الأحمر الفلسطيني قال بأن الإصابات واحدة منها متوسطة وإصابتان أخريتان طفيفة وفي هذه الأثناء أيضا هناك عملية اكتحام للمنطقة الغربية بمدينة نابلس في محيط بلدة دير شرف وكذلك أيضا قوسين في هذه اللحظات نحو تسع آليات الحدث الأبرز هو الآن هنا في مخيم جنين قوات كبيرة اقتحمت المنطقة شنت عمليات مداهمة في الأطراف الشمالية والشرقية من مدينة جنين فيما يعرف بضاحية صباح الخير وكذلك أيضا خلت الصوحة ولاحقا تم الدفع بتعزيزات عسكرية إلى محيط المخيم وإلى أحد المداخل الشمالية لمخيم جنين الجرفات مجددا افتعلت عملية التدمير في البناء التحتية الآن على الهواء مباشرة نرصد حجم هذا الدمار الهائل والكبير كل عملية اكتحام باتت ترتبط بتدمير للبناء التحتية بعملية تدمير الطرقات شبكات الاتصال التيار الكهربائي خطوط المياه فطورة كبيرة تدفع في مخيم جنين أمام عمليات التدمير التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي يدعي جيش الاحتلال وفق بياناته أنه يقوم بتحييد عبوات ناسفة لكن لك أن تتخيلي لا عبوات هنا وبالكاد تستطيع التواقم العمل على إعادة تأهيل ما تم تدميره خلال الفترات الماضية والآن المعدات التابعة لبلدية جنين تقوم بعملية إزالة هذه مخلفات عمليات التدمير نحن نتحدث عن نحو ثلاث طلقات هذا الطريق المؤدي إلى عمق المخيم في الساحة الرئيسية قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتدميره بالإضافة إلى الطريق المحاذي باتجاه مستشفى ابن سينة وكذلك أيضا في محيط المسجد الكبير في المخيم هذه الطرق الثلاث هي فطورة إضافية لما كان سابقا من عمليات تدمير في البنى التحتية وبالمناسبة هذه الطرق تم إعادة تأهيلها قبل نحو ثلاثة أسابيع بعد طبعا عملية التدمير الكبيرة في الثاني من يوليو هذا العام خلال الاقتحام طبعا اندلعت اشتباكات مسلحة وتمكنت المقاومة وفق كتيبة جنين سرايا القدس توجيه ضربات بالعبوات الناسفة وكذلك أيضا باتجاه المشهد الميداني بعمليات إطلاق نار خلال الاقتحام اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي عشرة فلسطينيين بما أصيب شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي بالفخد نقل إلى مستشفى بن سينة وصفت حالته بالخطيرة الناس هنا والمواطنون يقولون بشكل واضح أن كل عمليات التدمير هذه لن تزيد الشارع الفلسطيني إلا إصرارا على مواصلة التحدي والمواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي وأنه لن يستطيع النيل من المشهد الميداني في مناطق الضفة الغربية عبر تدفيعهم فاتورة أكبر بما يتعلق بعمليات الاقتحام المتكررة هنا في مدينة جينين وبقية مدن الضفة الغربية خالد داني أسألك عن موضوع آخر وهو التعاطف مع أهالي غزة الذي بات أو تحول إلى تهمة تلاحق فلسطينياء الثمانية وأربعين ضعنا بالتفاصيل إلى ما يتعرض أيضا هؤلاء يعني عملية التعاطف هنا في المنطقة هي سيدة الموقف وهي حالة نضالية مستمرة سواء في خيمات الاعتصام أو في المسيرات أو حتى في عمليات العسكرية التي تشنها المقاومة الفلسطينية ردا على جيش الاحتلال الإسرائيلي هنا ليس تعاطفا بل يعتبرون أنهم جزءا أساسيا من هذه الحرب وأنهم في نفس البوتقة والخندق في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي العكاسات لما يحدث في قطاع غزة بالتأكيد تلقى أتحدث عن أي مواقف على مواقع التواصل الاجتماعي أي مواقف داعمة لأهالي غزة باتت إسرائيل تعتبرها تهم تلاحق شراءها الفلسطينيين نعم بالفعل حالة التعبير واضحة وكبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتعرض المحتوى الفلسطيني عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعمليات قيود كبيرة